نصحت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء رعاياها بعدم السفر إلى رواندا بسبب تفشي فيروس ماربورغ في البلاد وأشارت الوزارة إلى ضرورة إعادة النظر في أي خطط سفر إلى رواندا حيث تم رفع مستوى إرشادات السفر من الفئة الثانية إلى الفئة الثالثة مما يعني لا تسافر إلى هناك فيروس ماربورغ الذي يسبب حمى نسفية مشابهة لتلك الناجمة عن فيروس إيبولا أدى منذ الإعلان عن أولى الإصابات في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي إلى وفاة 12 شخصا معظمهم من العاملين في القطاع الطبي وتصل نسبة الوفيات بالفيروس إلى 88% ويعتبر فيروس ماربورغ شديد الخطورة حيث يتسبب في حمى شديدة غالبا ما تكون مصحوبة بنزيف يؤثر على عدة أعضاء في الجسم ووفقا لوزارة الصحة الرواندية تم تسجيل حوالي 41 حالة إصابة بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد فيروس ماربورغ هو جزء من عائلة الفيروسات الخيطية التي تشمل أيضا فيروس إيبولا والذي تسبب في العديد من الأوبئة الفتاكة في أفريقيا